أسعد فلاح فقير بعد زواجه عمل في تجارة الحبوب ومع الأعوام أصبح تاجرا ثريا له شركة باسمه وفي خدمته أكثر من خمسين عاملا وفي يوم اختفى من صندوق الشركة عشرون ألف جنيه فبدأ مسؤول الأمن بالشركة التحقيق حتى توصل للسارق وذهب إلى أسعد وأخبره بأن ابن قريته راضي هو من أخذ المبلغ واعترف بذلك وطلب منه الإبلاغ عنه وإيداعه بالسجن ولكن أسعد قال له أفرج عنه واستر عليه فقد سامحته احتج مسؤول الأمن وسأل أسعد بدهشة كيف تصفح عنه وتستره إن حدث ذلك فسيفعل الآخرون مثل ما فعل وسيبددون كل شيء فذكر أسعد له حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة ثم بكى وقال له لقد سترني راضي كثيرا وقت شدتي فعندما كنت فلاحا فقيرا كان راضي رفيقي في العمل وكثيرا ما أقرضني وأعفاني من السداد وعندما تزوجت لم أكن أملك ملابس لائقة أرتديها يوم عرسي فأهداني راضي أغلى ملابسه لقد قصرت في حقه وكان علي أن أعينه نائبا لي أو أختصه براتب كبير جدا لذلك فمن يستحق العقاب هو أنا وليس راضي ثم ذهب أسعد إلى راضي في خجل فقال له راضي لقد طلبت من مدير مكتبك اللقاء بك أكثر من عشر مرات لأستأذنك بإعطائي مبلغا لإجراء عملية لابن صغير ولكن لم يسمح لي بلقائك فاضطررت منذ أيام لأخذ المبلغ بهذه الطريقة السيئة حتى أنقذ ولدي ووضعت مكان المبلغ إيصال أمانة مني بالمبلغ وفي نية السداد مكه أسعد واحتضن صديقه واعتذر له وتكفل بعلاج ابنه وأهداه بيتا رائعا ومجرا خاصا به وقال له مهما أعطيتك فلن أستطيع رد جميلك لأنك أعطيتني من قبل كل ما تملك وأنا أعطيك جزءا بسيطا مما أعطاني الله وكنت أنت أحد أسباب هذا العطاء بوقوفك بجانب دائما ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم